لأداء كل اللاعبين تسعة أشواط حتى الآن عفواً سبعة أشواط أربعة ثلاثة المجموعة الأولى طبعاً لن تخلو مباراة التنس من لقطات طريفة لن تجدها إلا في هذا الملعب سواء من اللاعبين أو من الجمهور أو من الحكام أو حتى من الأولاد والبنات الموجودين للكرات داخل الملعب تلاتين لشيء تلاتين لشيء ينهي الشوط ويصبح التعادل أربعة أربعة اللي حيفوز بالمجموعة دي لازم ياخد الشوطين الجايين لازم ياخد ستة أشواط يبقى لازم اللي يفوز يفتح تلاتين روبين في ملمة قال بلجيكي تلاتين لشيء 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 لكن ماذا سيسفر عنه هذا الشوت المهم لكل اللاعب نفس الغلطة اللي ضيعت الشوت ممتعة لعبة التنس عموما وتحظى بجماهيرية كبيرة نشأت اللعبة فرنسية أول من لعبها في القرن الستاشر كان لويس الرابع عشر واستمرت يلعبها الأمراء والملوك عشان كده لقب اللعبة المحبب للجميع أن يسمعوا لعبة الملوك اللعبة طبعا عندنا هنا في عمان وانشأت بالمرسوم السلطاني في 1986 1986 أول رئيس الاتحاد ناس بروبين بيميل ما بيكلم ثلاث لغات هو كمان الفرنسية والإنجليزية والألمانية يعني الرياضة ليست هي التفوق والأداء البدني والمهاري برا الملعب هناك حياة أخرى وتفوق آخر في العمل وفي الثقافة وفي الحياة على الإرسال جواو سوزا اللي أخذ الشوت الخامس يعني إذا فاز بهذا الشوت فاز بالمجموعة الأولى والمجموعة الأولى خطوة نحو إنهاء المباراة 30 لاشئ شوت المجموعة بالنسبة لجواو سوزا المجموعة هي النقطة القادمة لك يا جواو يا سوزا شوت المجموعة الأولى فاز بالمجموعة الأولى جواو سوزا أعزائنا مشاهدين ومتابعين حسم المجموعة الأولى البرتغالي المثقف جواو سوزا صاحب التصنيف الواحد وستين على العالم واللي بدا كده بداية يعني